موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج البيت يا رب يومكم طيب وحلكم جميل بإذن الله في حلقة النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو جراحة اليد أوقات كتير وإحنا في الشغل كده أو في البيت بنتعرض لإصابات مختلفة في الإيد ساعتها بقى بنكون مش عارفين نتصرف إزاي يعني ممكن نتجاهل الإصابة دي رغم أن هي كمان ممكن تكون خطيرة جدا وتؤدي إلى مضاعفات كبيرة ممكن كمان تأثر على حركة اليد بشكل كبير ووقتها بقى هيكون فيه صعوبة فيه استخدام اليد نفسها علشان كده في حلقة النهاردة هنتعرف على الإصابات دي وإزاي أن احنا نقدر نتعامل معاها وإيه هي أحدث طرق علاجها وده طبعا هيكون من خلال إجابات ضفنا النهاردة اللي مش عرفنا في الستوديو أستاذ دكتور ياسر حلمي أستاذ جراحة التجميل والحروق ومستشفيات جامعة الأزهر وكلية طب البنين بالقاهرة أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور منور نجي نتكلم عن اليد يعني اليد بس هي ما شاء الله فيها حاجات كتير قوي عظام أوطار أو عيادة بوية هي مثلا إيه حاجات كتيرة يعني إيه بقى موضوع ده تابع إيه قصة اليد شرايين وأوردة أه اليد بقى إيه نظامها اليد ده تخصص جراحي من ضمن تخصصات جراحة التجميل من ضمن جميل نعم يعني خلينا بقى طالما تركزت على من ضمن أعايز أعرف نقول إيه هو تخصص جراحة التجميل وتخصص اسمه جراحة التجميل والإصلاح وعلاج الحروق التخصص ده تطور مبدئيا عبر الأسورة على فكرة من أوائل الناس اللي لها بقى في جراحة التجميل هم قدماء أجدادنا المصريين وأوراق البردي والجدريات موجودة في معبد كومومبو بتوصف إزاي كان الطبيب المصري القديم بيثبت كسور الأنف تقريبا بالطريقة اللي احنا بنعملها دلوقتي مهلا الله فتاريخ تجراحة تجميل تاريخها طويل وممتد منذ عصر القدماء المصريين ثم الحضارة الهندية بعد كده ثم تطورت تطور ملحوظ جدا مع الحرب العالمية الأولى والتانية لأن في الحرب خاصة الحرب العالمية الأولى والتانية كانت شهدت بقى تطور في الأسلحة والمتفجرات فكانت الإصابات غير معهودة وكانت إصابات جديدة على المجتمعات ساعتها فده دفع الجراحين مع تطور بقى المضادات الحيوية وأن الأنسجة الناس بقيتش تموت على طول بعض الإصابات للبحث عن حلول لهذه الإصابات فناشئ التخصصات كتير بقى في جراحة التجميل يعني جراحة اليد وهي جزء أصيل من جراحة التجميل جراحة كسور الوجه والفكين والعيوب الجمجمة ده جزء أصيل من جراحة التجميل جراحات العيوب الخلقية في الأطفال مجرى البول، إصلاح مجرى البول، الشفة الأرنبية شق الحل، العيوب الخلقية في الإيد، في القدم كل ده تخصص جراحة التجميل مع تطور الأمراض بقى فيه حاجة اسمها سرطنة الجلد والوجه ده فيه صميم تخص جراحة التجميل ثم نشأت الجراحة المايكروسكوبية اللي هي استخدام الأدوات والتقنيات المايكروسكوبية لنقل نسيج عضلة مثلا أو عضلة بالأعصاب بالشرعين بتاعتها من مكان متهتك زي قدم مثلا أو طرف صفلي بدلا من بتروه لإعادة بناء الأنسجة مرة أخرى وبالتالي ده تطور في الرعاية الصحية ده أضف بقى يبقى الجزء الأولي القوي والحاجات التانية كتير بقى علاج الحروب مضعفات جراحة التجميل دي دايما ناس تقول لك الحاجات التجميلية بالظبط حصروها في جزء اللي هي ومسل 20% منها وهي جراحة الجمال اللي هي جراحة شفط الدهون وشد البطن والآخر حاجات اللي احنا بنهتم دي ما هي مهمة وضرورية لكن هذا تخصص حتى في الدوريات بيسموه البروبلم سولفينج سبشيالتي أو تخصص حل المشكلات الطبية حد دي لحضاك مثال يعني في حالات كتير مثلا إذا حدث في جراحة القلب والشق الصدر اللي بتعمل مثلا لأي سبب قلب المفتوح حصل فيه مضاعفات وفقدان الأنسجة بيتمس داع جراحة تجميل لنقل عضلة بالشريحة لتقطة المكان في أمراض النسخ في بعض العيوب الخلقية في البنات بقاش عندهم الأماكن التنسلية مضبوطة بيتمس داع جراحة تجميل لإجراء إعادة بناء للأنسجة في جراحات زي ما بقول لحضرتك الهيدان نيكسورجري أو جراحة الرأس والرقبة حاجات كتير جدا كسوري الوجه السرطانات الوجه العيوب الخلقية في الجمجومة التكلس المبكر الأولاد اللي بتولدوا المفاصل بتاعتهم بتلحم بدري والتالي تلاقي دماغه صغيرة والفيتشيرز بتاعي توشه كلها فيها مشاكل فيه بروز في عينين في عينيه الفك فيه مشكلة كل ده بيتدخل فيه جراحة تجميل فجراحة اليد هي جزء أصيل من جراحة التجميل جميل طب نتكلم بقى عن فكرة جراحة اليد هل بتعتبروها يعني من العمليات الخطيرة جراحة اليد دي هي يعني نقدر نقول إن هي بتحتوي عمليات بسيطة وعمليات خطيرة بمعنى إن لو بصينا لمكون اليد أولا هو مكون سبحان الله معجز يعني يعني مليان دينا حتى بص يعني لو هو إيه حاجات كتيرة موفقة وبيستخدموا الجراح وبتخدموا المزيعة وبيستخدموا المدرس كل نس بنأكل عيشنا وبنعيش حياتنا وهو بالإيد الإيد هي مكونة من طبقات زي مربنا خلق الإنسان في أحسن تقليل جلد أصلا لو نطلع من بره لجوه يبقى جلد وتحت الجلد طبقة دهنية وبعدين أوطار وعصاب وشريين ومفاصل وأربطة وعظام وكل دي بتعمل في دينماكية وحركة غريبة جدا عشان تؤدي الوظائف بدءا من انقباض الإيد وانبساطها حتى حركة التسبيح نفسها دي لها قلية وميكانيزم خاص جدا مسكة الألم نفسها لها تقنية سبحان الله معجزة جدا استقدامنا اليد في كل النشاطات اليومية طيب المكونات بتاعت اليد دي قد تصاب إما بمرض أو بإصابة أمراض زي ما احنا عارفين أمراض الرومانطايد والحاجات دي وأمراض المفاصل وبعد مثلا الأورام اللي ممكن تيجي تحت الضوافر وإصابة إصابات ده بتحصل كتير بتحصل في البيت لست البيت بتحصل في الشغل للناس اللي تشتغل بأيديها الماني والوركرز والناس حتى الناس العاديين يعني وبتحصل في الحروب وفي النزاعات فجراحة اليد هي جزء أصيل وفيها مكونات كتيرة يعني ممكن تكون الإصابة في العظم وممكن تكون في الأوطار ممكن تكون في العصاب والشرايين يعني دايما تسمعي مثلا في محاولات انتحار حاولت تنتحر بأورتاء ده أشتر ياله طيب يحصل القطع للشرايين اللي هنا دي بالضبط من يقوم بإصلاح هذه الشرايات؟ من بقى؟ الشرايين ليس جراح الأوعية وليس جراح الجراحة العامة وليس جراح العظام أحترامنا شديد اليوم لكن هذا تخصص في جراحة التجميل عندنا مشكلة دكتور فعلا طبعا ناس ما عرفش كلامتي آه بالضبط ناس فكيين الجراحين التجميل دول اللي بيروحوا العيادة يشتغلوا الفيلر والبوتوكس وشفط الدهون آه حاجات اللي هي الطرفهية السنوية دي هو تخصص مهم جدا آه جميل طيب أنا عايزة بقى حضرتك تشرح لنا إمتى بيتطلب التدخل الجراحي في الإيد؟ يعني إيه المشاكل اللي بتحصل في الإيد؟ وخلاص ده محتاج عملية جراحة فقط؟ آه يعني لو حديك شفنا مثلاً الليستة لعمليات في وصفات الجامعة أو مترددين على العيادات هتلاقي إن فيه إصابات متنوعة جديدة كتير جداً وأمراض بتحصل آه لو مسكنها مثلاً من العزام ممكن بعد الإصابات أيًا كان نوع سبب الإصابة حادث أثناء العمل آه حادث طريق وتبر ممكن الحروق كمان يا دكتور حروق طبعاً آه ما هو الحروق في اليد إن إجرحة اليد والتجميل والإجرحة والحروق مع بعض آه صحيح آه الجلد ممكن يحصل فيه حروق ممكن يحصل فيه أورام ممكن يحصل فيه إصابات صغيرة حد باب قفل على صباعة وباب العربية آه آه دي من الحاجات المشهورة دي يزرق الصباعة كده يزرق الصباعة وممكن يحصل فيه مضاعفات ويحتاج عملية لأن الأنسجة لو حصل فيها آه يعني تخثر أو بدأ يحصل فيها نوع من المشاكل بتحتاج تدخل جراحي آه مش كده وبس ممكن يكون فيه قطع في الأوطار والأوطار دي لها درجات ولها أنواع كتير وأماكن معينة بنقسمها جراحياً آه آه كل قطع في الوطر في مكان بيكون له طريقة معينة في العلاج ممكن يكون فيه قطع في الأعصاب والشرائين ممكن يكون فيه آه تفتط للعظام كل هذه التدخلات إحنا بنجريها بما فيها تدخلات العظام بس دائما بتوع العظام يقولوا لا إحنا اللي بنثبت الكسف فبنتعاون مع بعض يعني فيه تعاون آه فيه فيش مشكلة آه بالزبط كده طيب الحروق بنشوف يعني بتعتبره إيه أخطر حاجة ممكن تحصل للإيد آه فيه حاجة اسمها الكراشد هاند أو دي جلافينج انجري آه الإصابات اللي هي بتبقى إصابات نخيئة هالتوكية وأنا كان فيه بعض الحالات معي ممكن بعض الصور لل هاكي أنا أرادها هاكيدا فبعض هذه الصور مثلا أثناء حادث سيارة مثلا أو أثناء حوادث انفجار أو ما بيحدث إلى ذلك بيحصل إن الإيد بيحصل فيها تهتك شديد تهتك لفقدان للأنسجة الجلد الأوطار متهتكة ومنتهية نهائي قطع للشرائين للأعصاب تفتط للعظام دي من الحالات طبعا اللي بتبقى بتحتاج رعاية خاصة جدا تحتاج خبرة كبيرة للتعامل مع كل نسيج على حد ونتيجها لو تم العناية بيها كويس قوي نتيجها بتكون بتكون إلى حد ما ناجحة جدا خاصة حسب درجة الإصابة ودرجة التهتك دي من أخطر الحاجات لكن فيه حاجة شاعة قوي من اللي بتيجي للسيدات خاصة اللي بي عندهم السكر اللي هو الضغط على عصب اليد أو متلازمة الرسخ اللي هو حد عنده إيه ضغط على عصب اليد الأوسط اللي هو تستي تيجي استخدم حاجة تشيل حاجة ديها تترعش وتوجعها متقدرش تتحرك دي من الإصابات اللي بتحصل مع مرضى السكر أو مع السيدات أكتر نتيجة زي التغيرات الوزن والحركة بالإيد والضغط عليها فيه إصابات بتيجي لوحدها يعني حد مثلا في المطبخ بيستخدم حاجة وسكينة فلاتت فقطعة الوطر سقطعة الوطر واحد في مكان معين وبتعامل له جراحة فيه إصابات بتيجي إن تم إهمالها أو عدم علاجها من الناس غير متخصصين أو في أماكن بعيدة بنعمل ما يسمى بنقل الأوطر يعني الوطر إذا فقد أكتر من فترة ست شهور المكان بتاعه ما نقدرش نوصله في بعضه لأن الوطر ده عامل زي الإلاستيك تيشو نسيج مطاطي فالفترة دي لو فترة طويل لو حصلت لاي فتعة ناحيتين ما نقدرش نخيطه بعد مرور فترة معينة فممكن بنستعين دي حاجة اسمعها بناخد برضو أوطار وسبحان الله دي من إعجاز ربنا في بعض الأوطار بتبقى في الإيد يعني لو عملت إيدك كده هتلاقي فيه وطر في النص هنا كده بتشد اسمه البلمارس ده بنستخدمه وفيه واحد في الرجل دول الريزيرف بتاعنا ساعات كتير جدا ناخدهم عشان ناخد منه حتة نستعيد بيها الوطر لأن الصباحة بعد ما بيططع ما يضرش ياتني صحيح فبناخد حتة صغيرة عشان نعمل بيها وطر مكانه بس بنعملها بقى على مراحل بنجهز الوصلة دي نحط حاجة اسمها تندونس بيسر أو ممدد بحس مادة زي الإلاستيك كده أو السيليكون تعمل مجرة لمكان الوطر في هذا التلايف ونعمل توصيل للوطر إصابات قطع الشرايين تثبيت الكسور السلميات الطرفية في إصابات كتير جدا وبتنوعها ويوميا لسلة العمليات فيها إصابات كتير صحيح ولادنا بقى كتير وهما بيلعبوا مثلا تمرين أو ألعاب زي الباسكتبول الحاجات اللي هي بيستخدموا فيها الكورة توصيل لايه دايما الصباح ده يتكسر بالضبط ده في حاجة اسمها جول كيبر فراكشور اللي هو أن الصباح هو بيع على يده أو فتح هو بيخبط الكورة في الهايبر اكستنشن الصباح هو مفروض قوي كورة خبطت فيه فتعمله كسور في مكان معين دي من الإصابات فعلا المشهورة جدا اللي بتبقى مع الواحد شاف كتير وفي إصابات بقى يعني بتبقى ميزد أو فيه دكاتر كتير ما بيشخصوهاش اللي هي اللي بنسميها إصابات الألنر كولاتر الليجامنت أو الأربطة إصابات الأربطة الخارجية هي اسمها الكعبورية أو الألنر الخارجية في مفصل الإيد وفيه الأصابع هي فيه فرق بين الأربطة والأوطار طبعا ما أنت تشرح لنا باشا نفهم لو قلنا الإيد فيها العزام العزام دي بتوصل ببعضها مفاصل بينها تمام المفاصل دي مش وصلة متسابقة كتا لا دي فيها سائل ما بين كل عظمة والتانية فيه غشاء ناعم قوي فيه سائل في النص واللي يمسك هذا المكون مع بعض وهي دي الأربطة جميل أربطة صغيرة كده عشان تمسك الأما الوطر نفسه هو بيعبر هذه المفاصل هو عضلة ببقى لها منشأ في العظم فوق وتوصل لعشان تبقى انسرتد أو سبتة في عظمة الأخيرة اللي هي هتحركها يعني لو عايز أحرك الرسط بتلاقي فيه عضلة سبتة هنا صح ولو عايز أحرك الصباح فيه عضلة في الأخير سبتة هنا العضلة دي نهايتها بتبقاش عضلة بتبقى وطر وطر ده الوطر الوطر ده بتبقى العضلة نشأة كعضلة تبدأ أنسجيتها تقوى قوي لحد ما تبقى وطر في الآخر الطرف الأطراف عندنا فيه خصائص غير خصائص العضل فيه مرونة أكتر معلشان أنا باتني أصبعي على حسب حجم الحاجة اللي هو داخل عندها سبحان الله يعني ميكانيزم رائعي وكل أصبع من الأصابع دي مثلا فيه مجموعة الأوطار القابضة العميقة والسطحية يعني السطحية اللي هي إيه السوبرفيشيا اللي دي بتوصل لحد الأطراف الصوابة والعميقة لحد سلميات معينة فكل أطع وكل إصابة في اليد بتبقى محتاجة نوع من أنواع التدخل الدقيق لتحديد الإصابة ما هو النجاح في جراحة اليد هو التشخيص السليم أي وطر مقطوع وفي زون أو في منطقة كام وطريقة علاجه أو خيطه ده حتى الغرز الجراحية اللي بتتم لإصلاح الأوطار لها أنواع كثيرة جدا ومتعددة وتقنيات مختلفة صحيح فهو من والحقيقة أننا هنعند نفس شفاية جامعة الأزر كلية الطب من الحاجات المتميزين فيها جدا والنواب الأطباء المقيمين بيتدربوا عليها كويس قوي قوي كل يوم في الحوادث جراحة اليد قطع الأوطار والعصاب والشرائية الأصعب إيه بقى في ساعة الجراحة؟ يعني حضرتك تعالج وطر ولا تعالج الأربطة؟ حسب نوع الإصابة حسب نوع الإصابة؟ يعني مش بيبقى النسيج نفسه لا حسب نوع الإصابة حدتها الإصابة بقى لها قد إيه معاها أساشية دي أنجرز يعني هل فيه إصابات أخرى مصاحبة لها ولا لا؟ هل هي أسرت على الوظيفة بنسبة قد إيه؟ والهدف من الإصلاح واستعادة الوظيفة قد إيه؟ صحيح جاميل إحنا كده هاخدنا فكرة عامة عن اليد وإيه اللي بيحصل فيها والجراحات طبعا يعني كل مشاهدين الكرام أي استفسار أي سؤال طبعا أرقام التليفونات هتبقى موجودة على الشاشة لو حابين تسألوا الدكتور في أي حاجة واستأذن حضرتك واستأذن مشاهدين الكرام نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية ترجمة نانسي قنقر 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 برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب طبعا مضيف الكريم أستاذ دكتور ياسر حلمي أستاذ جراحة التجميل والحروق بمستشفيات جامعة الأزهر دكتور عندنا مشاكل كتير بتحصل في اليد برضو بتكون أسباب بقى حروق في أوعية دموية مشاكل كتير هنعرفها طبعا من حضرتك بس استأذنك معينا أستاذة نجلاء من الشرقية على التليفون ألوية أوسازة نجلاء أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك تفضلي أزيك يا سيزة مر أهلا بحضرتك أهلا بيك بالله عليك خليني نكلم الدكتور معليك أه هو سامع حضرتك تفضلي سؤالك على طول بس أزيك يا دست أهلا وسهلا أهلا وسهلا كل السلام حضرتك طيب وأنت بالصحة والسلامة تفضلي معليس أنا عندي رجاء لحضرتك وياريتك تبتسمعه مني بس تفضلي أخي حتى نعمل حتى من ثلاث سنوات كده أهلا الأوطار من عند رجاء من رجاءاته الدكتور عمل له عملية زباس دراعه الفترة دية إحنا منعرف إنه هو عنده قطع في الأوطار أهلا الدكتور قطر إنه هو إيه جدينا مهلة لا تبقى كده فكت جلطة لإني حرق دراعه وفيش تحريك مرة في مرة اكتففنا ده قطع في الأوطار من عند الرجاء من عند إيه الرقبة من عند رقبات وكذلك أهلا تطرير إنه إحنا نودينا الدكتور تاني عمله عملية وخد من عند الجلب أو حاجة زي كده الشرعين لنضيحة مسافة نفيا وعمل طب التليفون هو الفكرة وصلت طيب معنا أستاذة إلهام تفضلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي سامح حضرتك تفضلي تفضلي إزيك يا دكتور أهلا سعلي لو سمحت أنا بنت أختي بيشتلها تعرق شديد قوي في إيهة وطبيعي ايه في كفين إيديها ولا في إيديها ورجليها وعمكن أخرى في الكفين وفي الرجلية آه أوكي هم هعرفين الحل إيه كل قليمة جراحة وكل قليمة حق آه هيا سؤال لا لا تماما خلاص حاضر هنرد على حضرتك يا أستاذة إلهام طيب بالنسبة للأستاذة نجلق الشرعية فكرة بقى يا دكتور فكرة أن دايما يحصل فيه مسنج للدياجنوزيس أو حاجات ما تتشخصش أثناء التدخل الجراحي وده اللي احنا بنقول عليه والحقيقة زي ما حالك عارف أن أنا مقارن المجلس الصحي المصري لجنة التطوير المهني فده احنا حرسين عليه وهو التعليم الطب المستمر ولطباء من دفعة 20-20 لن يحصلوا على ترخيص لمزاولة المهنة ولا تجديد لها إلا بعد الحصول على دورات تدريب طبي مستمر حتى ندمن كفائتهم لها حتى لا تتكرر مثل هذه المواقع لأن آه بيحصل ساعات أن يحصل أشعة كسر جبس آه ما فحصناش الأوطار وبينسبها شهر واثنين وثلاثة ففرصة التدخل الأولي لإصلاح الأوطار بتعدي على المريض فبتبقى فرصتها في المرحلة التانية وهو تقييم الحالة واحتمالية أنها يكون لها نجاح في عمل نقل للأوطار اللي هو التندون ترانسفير بالنسبة للسؤال الثاني أستاذ إلهام بنت أختها بيحصل فيه تعرق بيحصل فيه تعرق الهايبر هيدروز أو تزيادة التعرق ده عملية لها ارتباط بالجهاز العصبي السيمباساتيك أو اللي بيقولوا على الجهاز العصب السيمباثاوي والبرا سيمباساوي ببقى فيه نشاط مفرد شوية في الإفراز الغضب نتيجة لتتنشطها دائما بهذا الجهاز ودي لها علاجات كتير من أول أن يمكن حقنها بوتوكس البوتوكس بقى مفيدة هو علاجي هنا أوه تماما مش تجميل يعني أنه ده يقلل إفرازات العرق بس دي الحقيقة عملية بتبقى مكلفة لأن حونة البوتوكس بتبقى مكلفة صحيح وبتكرر كل ستة أشهر لأن مفعولها بيروح بعد ستة شهور وفي عملية تانية اسمها سيمباثيكتومي أو قطع لهذا العصب بطريقة معينة علشان تحسن الطعرق ما هي ماشي الإفرازات الكتيرة دي آه جميل طيب نرجع تاني بقى اللي حوارنا عن فكرة اليد بتحصل يا دكتور الحروب الزات بحس إنها تبقى صعبة قوي يعني ليه ما بيحصل حرق في الإيد يحصل فيه تشغوات تلاقي الأطراف خلاص تيببست كده أو حركتها بقت محدودة آه ما بقاش فيه حركة إيه السبب بقى؟ السبب إن ما بيحصل حرق خاصة الحروق اللي من الدرجة الثالثة اللي هي القوية بتاعت انفجار أنبوبة غاز تعرض لفترة طويلة للهب والحرارة بيحصل لو ما حصلش استقصال لهذه الحروق المادياتلي يعني في أول 24 ساعة أو حتى في الأسبوع الأولى وعلاجها وعمل رؤعة جراحية ثم علاج طبيعي بطريقة مكسفة الحقيقة إنه برضو من الأخطاء اللي بتحصل أو من الحاجات اللي ممكن بتحدث إنه يحدث تلايفات شديدة جداً في الحرق هذه التلايفات تبدأ تشد الأنسجة تشد على المفاصل وتشد على الأوتار وتيبس حركة الأوتار تلاقي الأصابع بدأت تتعاوك فيه إصابات بتيجي إصابة اسمها مالة فينجر إما بيبقى العقلة الترفية دي فيه عقلة الترفية لو شفناها بتتحرك آه سبحان الله لو الوطر القابط بتاعها اتقطع ما يدرش يتنيه ولو الوطر البسط بتاعها اتقطع ما يدرش يفريده لبرة في الحروق بيحصل إن الحرق بيبقى شديد لدرجة إنه ممكن يكل هذا الوطر الاكستنسور أو الخارجي أو يحدث تلايف شديد تلاقي الصبع يعني بقى معوك أو الوطر اتقطع يعمل ملت ملت يعني معوك كده زي المطرق ملت يعني مطرق شكله زي شكل المطرق فيه إصابات تانية اسمها بوتينير بوتينير يعني اللي يعمل زي الزرار تلاقي أن الأوطار تشد عليها جدا اللي هي مسكة في السلامية التانية في الصبع وتلاقي الصبع معوك بالشكل ده كده ده نتيجة الحروق مش كده وبس المفاصل أو الويب سبيسيز اللي ما بين الأصابع ونفسها إذا حدث فيها تلافات شديدة جدا تلاقي الحركة بقت محدودة حركة الأصابع المريض مش قادر يحرك لو حصل التلايف ده شديد جدا في الكف في الإيد يجي يتني يبقى فيه حاجة شدة عليه جدا كأن الأنسجة هتتقطع فيبدأ حركة إيده بدل ما هي حركة ديناميكية متزنة ومتدخلة بشتصورة فسيولوجية سليمة تبدأ تبقى لمتد أو محدودة فجأة 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 مع عدم العناية وعدم موجود علاج طبيعي ومتابعة جيدة تتيبس المفاصل الله ينور عليك والسائل الزلالي فيها ما يبقاش بيفرز لأنها متحركش وتبدأ المفاصل تفقد وظيفتها لو فقدت وظيفتها مهما نعمل من عمليات لإصلاح الأوطار لا هنبقى محتاجين تغيير مفصل تغيير مفصل طيب معنا أستاذة نادية من الجيزة فضلي أستاذة نادية طيب معنا أستاذة أمل من القيرة أستاذة نادية بعد حاول تتصل بنا تاني أيها أستاذة أمل سلام عليكم أهلا بيك عندي سؤالين من فضلك سؤال الأولاني عن الصباح المعكوف أنا حجة عندي 71 سنة عندي صباح معكوف في الرجل اليمين الصباح الكبير عليه واحد تاني فوقيه فوصلت المرحلة اللي مش قادر أحط الرجلية خالص في الأرض هل في عملية معينة ولا تمارين معينة ممكن أعملها ده سؤال الأول السؤال التاني عندي الأحفاد بيطقطاؤوا ثوابهم إيديهم ورجلهم ده صح ولا غلط آه مش الأحفاد ده احنا كلنا فعلا والله يا أستاذ أمل الموضوع التقطاء ده ده مهم جدا حاضر حاضر ما رأي في إيه الارتباط هل الشيطان ولا إيه مش فاهمه السؤال التالي لا هي عادة 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 حنعرف من الدكتور هاضر تمام فيه أي سؤال تاني حاضر الأيد بتاع هو حفيدي عنده 20 سنة بياخد فوطة معا في الجامعة عشان إيدي بتنزل عرق بذيئة هل فيها حل مثلها ما سمعتناش من الأول يا أستاذ أمل احنا جاوبنا على السؤال ده بس حاضر هنعيد له حاضرتك حاضر من عناين عناين يا أستاذ نادية الجيزة رجالتنا تاني ألوي يا أستاذ نادية أيوة معك اتفضلي اتفضلي سؤال سلام عليكم عليكم السلام يا بنت سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي سمعين حضرتك ما شاء الله يا حبيبتي ألف سلام طبعا ما بقمش بيها حاجة خالص طبعا نم في إداريا كده وضاحوا وعليين ضافلي كده نر حرقين فيهم وده من المنزل على أطفل ده من القلب ولا من ايه أي سؤال سوابع حضرتك ما بتعرفيش تحركيها وفيها حرقين لا بحركة بس حرقين فيها تملي ونملي ونقش فيها كده عند حضرتك السكر لا ما عنده السكر كل صوابعك الخمسة ولا ثلاثة صوابعك الخمسة ولا صباح ومص زي المين والشي ما نملي ونقش فيها ونملي عليك ونعمش لتجيها حاجة صالح لا يوجد حاجة لا يوجد حاجة لا يوجد حاجة وزنها وزن حضرتك ماذا أدي أستاذنا أدي سبعين سنة وزنك وزنك وزن وزن 100 و100 كيلو مجي ربي 100 كيلو 100 كيلو 100 كيلو يا حبيبتي معنا أستاذ عنطر ايه ايه أستاذ عنطر تفضل تفضل سؤالك سامعينك اسمعنا من التليفون بس سامعيني الوادي أنا عامل عملية في كورو في المفصل تمام فإدراعه مش معي تفرد الفردة الكاملة آه تمام مش بيفرد جلد إدراعه مش معي يجيب الفردة الكاملة معي يجيب حوالي 70% من الفرد الدراع كان في حروق قبل كده كان في حروق قبل كده ها كان في حروق لا فيش حرق دا هو كانت كسر المفصل وعملته مكانة جراحة يعني آه مكانة جراحة يعني يا م правِ ticks مكانة جراحة بس الزراع مش معي يتفرد الفردة الكاملة يعني ما يجيب حوالي 70% من الفردة بس ما أفروضش الفردة النهائية يعني ماشي حاضر هنرد على سؤال حضرتك حاضر طيب أستاذة أمل من القاهرة فعلا بنشوف فكرة في تلاقي صابع ركب على صابع كده في الرجل ما قلناهش من العيوب العيوب الخلقية الأولي نبقى فيه صابع زيادة صابع نائز صابع معقوق صابع ملتصق ده برضو جزء من جراحة جاد تلاقي صابع ملتصق صابع زيادة صابع معقوف ما كانتش مولودة بيه مش عيب خلق يعني لأ دي مشكلة في بعد كده فيه اما يكون في مشكلة في الأوطار أو في المفاصل نفسها مع السن محتاجة أشعاعات عشان تتحدد حالتها صح وبيتصلح يعني وبيتصلح طبعا ما لم يكن هناك مشكلة كبيرة يعني مناعية مشكلة يعني الروماتويد مثلا ملوش تدخل جراحي خالص كله علاج إلا في النهاية ممكن يعمل تغيير نفسك الروماتويد ممكن يؤدي مثلا فيه لكن الرجل لا طبعا بيقص على مفاصل شوية لكن في اليد تبعى بظاهر جدا جميل طيب يعني سؤال برضو التعرق قلنا فيه مشكلة في الغدد آه مجلش في الغدد ونشاط في العصاب وده بتعمله إما حقن كل ستة شهر بالفوتوكس أو بتعمله جراح التقطاقة بيدوك يعني أصلا بص إحنا طول ما إحنا عادين إيه تلاقينا نقطنا من كده ما هو هي بتبقى عادة اجتماعية أو لها ارتباط زي التدخين كده بأجواء معينة من التوتر غلط يعني كترها طبعا غلط لأن هو التقطاقة أنت بتضغطي على المفصل نفسه والأربطة اللي مسكاها الأربطة مش إحنا اتفقنا إن المفصل ده عبارة عن عضبطين وصد بعض بينهم سائل زلالي عشان يتحرك وفي حاجات تشتغيرك كده مسكاهم ببعض اسمها الأربطة والأوتار بتعدي بقى على المفصل فإحنا كل ما بنعمل كده بندغط على الأربطة فممكن نضع في الأربطة ونعمل لها إصابات متكررة فنقلل على قد من قدر جميل طيب بالنسبة لأستاذة نادية سبعين سنة هي مشكلة عندها القلب بتقول لك على طول حاسة أن أنا إيدي منملة حرقان في الغالب أنا سألتها عن الوزن لأن في الغالب عندها ضغط على عصب اليد طبعا ما قدرش أقول تشخيص نهائي أو حتى مبدأي 100% لكن هي محتاجة تعمل يعني مناظرتها وممكن تعمل لها رسم عصب للتأكد أن العصب الأوسط ده ماشي في قناة كده اسمها الكربل طانل أو القناة الرسغية سالك يعني القناة الرسغية بالزبط فلو حصل أن لأي سبب من الأسباب المجرى ده بقى ديع على العصب أو حصل التهاب في العصب نفسه وهي وزنها كبير فده وارد الوزن يسبب ده طبعا يساعد على كده والسكر التهابات العصاب مش القلب يعني إنها سألت السؤال ده قالت هل ده لي علاقة بال لا ماعملش واجع يعني هو القلب بيعمل اضطرابات في الدورة الدموية الترفية حسب الحالات وده مش تخصصنا لكن ماعملش قلم في اليد ماعملش القلم القلم ده غالبا ضغط على العصب هل ده ضغط على العصب الأوسط في إيدها هل هو التهاب في العصاب الترفية هل هو تطورات للسكر مثلا أو زيادة وزن محتاجة طبعا فحص ومناظر جميل أستاذة هونتر عمل عملية قبل كده في المفصل بس إيده خلاص ماكان الجراحة مابقاش يفرد 70% بس فرد مايدي برضو من الإصابات زي ماهادك مهتمة بالحروق بتحصل بعد الحروق وبتحصل بعد الجراحة الجراحة ماكان قطع الجراحة بتاع الجراحة عشان يدخل يسبب تلعب فبقى بيلتعم حصل فيه تلايف فيبدأ يشد الجلد الجلدي بقى فيه حاجة زي باند أو زي ضفيرة من الجلد كده شد الأنسجة يجي يفرد بتعمله الميتيشن مايقدرش بنعملها عملية بسيطة قوي وبتتحصل جميل اسمها زيد بلاصة ميش يا أستاذن حضرتك و أستاذن مشاهدين الكرام نخرج لفاصل و نرجع لحضرتكم مرة تانية نكمل موضوع ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة مهم جدا لا يمكن الاستغناء فربنا يا ربي يحفظ كده نعمه علينا دكتور خلاص في حاجات جديدة بقى داخلت دايما في الطب دايما العمليات التقليدية في دخل ليزر دخل منظار حاجات كده هل بقى فيه في اليد سمقنا عمليات ميكروسكوبية ايه بقى دي العمليات الميكروسكوبية المقصود بيها هو استخدام الميكروسكوب الجراحي في اجراء الجراح للحصول على دقة عالية في استعادة الانسج بنستخدمه في الميكروسكوب الجراحي بنستخدمه في توصيل الاعصاب المقطوعة والشرايين المقطوعة او نقل الشرايح الحر بيعملين الميكروسكوب الميكروسكوب له قدرة على التكبير من 10 الى 40 مر يعني خيط الرفاعة اولي انت مش شايفها ده العشرة زيرو تحت الميكروسكوب بتشوفه بقى كأنه حبل كده يعني جراح شايف قاعد بيبص في الميكروسكوب وشايف الدنيا الكاليبر الصغير اللي هو كان ميلي ده عشان خياطه الشريان بيدخل من الابرة هنا يطلع النهارة التانية بالعين مش هقدر اشوفه طبعا ميكروسكوب هقدر اشوفه كويس قاعد سبحان الله في حاجة قابل الميكروسكوب اسمها اللوب الجراحي او زي المنظار لو تشوفي كده بعض الصور على النات الدكتور بقى لابس نضارة كده استخدمها في حالات كتير هذا اللوب الجراحي بيكبر من 2 ل 6 مرات ممكن في الحاجات الانسجة اللي ايه احنا عايزين نكبرها شوية بس اش نشوفها كويس انما الميكروسكوب عشان الحصول على ادق اه ايه تدخل ادق فيه انسجة اصغر خاصة زي ما لحدك قلت اليد مركب معجز مش كده وبس هتبصي هتلاقي الصبع ده مثل مثل 50% ونوظفة اليد اللي هو الابهان الصبع التاني ده 20% ونوظفة اليد يا صبع فانا لو عندي اصابة في الصبع ده فانا مهم جدا ان انا نصلح طبعا هتأثر على الاربع البيه 50% ونوظفة اليد طب ان هو الابهان انا بستخدمه في معا كل حاجة وانا باكل وباكتبه صحيح ومشتغل وكل الناس كده ده 20% وبالتالي الاهمية استعادة الصمب والاندكس فينجر مهمة جدا فبيتم استخدام بقى التقنية زي ما حدك قلت الميكروسكوب الجراحي سواء او المكبر المنزار او استخدام اللي يظهر في علاج بعض الندبات اللي بتبقى موجودة او العيوب الخلقية اللي بتحصل في الايد او المتلازمات فيه متلازمة اسمها أبرتسندروم بتبقى الصبع لازمة في بعضها وفيه عيوب خلقية في الجمجمة وفيه اليد وممكن فيه عضبة السادية كمات أبرتسندروم وبولندسندروم يعني فيه متلازمات كتير جدا بتبقى لما حاجات كتير في جراحة التجميل ويمكن عيوب خلقية في تخصصات أخرى سبحان الله ده جميل ده يطمننا ان احنا يعني ما شاء الله فيه حاجات حديثة نعم ربنا كتير نعم ربنا كتير علينا ان احنا يعني ما عندناش حاجات من دي كتير اللي ما عندوش يحمد ربنا طبعا الحمد لله طبعا فيه تطور تطور في الطب طبعا واستخدام الليزر بس الليزر برضو من الحاجات اللي بيثق فهمها انه تجميلي بس تجميلي وساحر لا هو علاجي في بعض الوحمات الدموية بيبقى علاجي في بعض الندبات بيبقى علاجي في بعض التشوهات المحددة بيبقى فيه مشاكل في الجلد كمان مشاكل في الجلد وتلون مثلا او بعض اصابة استخدام الواميد الضوئي وفي احد الاطباء الزملاء يعني عامل شغل كويس قوي في علاج بالواميد الضوئي للاصابات والوحمات جميل جدا استاذا حضرتك معنا استاذا امال من الشرقية سلام عليكم القليوبية انا اسف استاذا امالت فضال حضرتك عندي بن نوتا كان نزل بأي صلوقات ايديه ورجليها عندها اليد اجتمال عبارة عن عقل والابهام مش موجود كان فيه فزد دمى وكده مدنهم هو بعد كده اندمل ووقع وعندها ايديها لنين فيها 70 ايدي اثنين فيهم برضو مشكلة وعندها في رجليها لنين صوابعها لزء افضاد يعني عملت لها غزة عملية في مستشفى جميعي ثم عملوا غزة عملية بس هو هي يعني حتى رجليها حتى تسليسة ورجعت افد الثاني على بعض هي مش مش صوابع اللي هي رجلي من دين هي برعا ايه برضو حاجات مستشفى فضع لانما اليد اجتمال هي اللي فعل مستشفى الاخبر من الابهام مش موجود اصلا وعبارة عن العقل فكانتين بيخرج منها من صباع زي ايه زي عظمة كده لما روحت للدكتور كان بيقول لي ايه ننشرها عشان نموت العصب وكده فانما حبيت كده فحيني ان انا كنت شغط في زرع خلاجة زعية البنت كانت في المستشفى ناك اه يعني فقال لي لا احنا ما بقاناك بنعملها عشان هي احنا بس كانت حايلة بنتعليم تيها وخلاص فانا مش عارفة يعني ايه اللي نقدر عمله معيها هي طبعا دلوقتي تبرد فأت عروسة لان اخر مرة كانت حصل مشكلة في العمليات وقال لي انا مش عمل عمليات ثانية للبنت فقال لي انا مش عمل عمليات ثانية للبنت عشان كانت حصل يعني ايه ان هي توقف قلبها في العمليات وكده يا حبيبتي هي عندك كم سنة دلوقتي يا أسوز عمل عندها كمان تون شخص يا حبيبتي اه طيب حاضر هنرد على سؤالك حاضر دكتور حالا يعني قبل ما اخد التليفون التاني معيش انا هعتذر بس التليفون الآخر يعني رد بقى عليه لان مشاكل هي عندها طبعا عيوب خلقية وده احنا عندها التسقاط في الأصابع في اليد وفي القدم وده من الحالات اللي انا احنا كنا نتكلم منها موجودة وده مش موجود تقريبا وممكن اه ممكن بفيه التسقاط صابع زيادة صابع مش موجودة عقل مش موجودة عقل قصيارة صابع قصيارة فيه بترزن معينة بنعلمها للأطباء الماجستير والدكتورها انه تشخيص اللعيب الخلقي في اليد ايه اه فكل عيب لو انا عندي العقلة دي تسمح بالتمديد بنعمل حاجة اسمها اه ديستراجشن او تمديد تطويل للعظام ينفع بس حسب كل حالة لازم تقيم بالأشعة وتقيم كلينيكيان كويس الالتصاق انا لقطت منها هي بتتكلم بتقولي نعملت عملية وحصل لارت جاعة تاني اه رجع والتسق تاني التسق تاني الحقيقة ان العملية للالتصاق حسب لو طبعت المعايير الطبية مزبوط كويس قوي بحيث ان انا اخترت التدخل الصح لكل حالة وتم اجراحة معينة بطريقة ان الويب سبيس دي ما تبقاش قريبة من بعضها او فيها روء اريا او فيها جروح التسق التاني ليه فيه اكيد مشكلة لان فيه جروح هنا ويبتل تايم لازع التاني انما لو احنا عملنا الويب سبيس ده كرياشن بطريقة منطقية او بطريقة علمية مظبوطة مش هتلتسق تاني صحيح فبيمكن لكن هي الحالات يمكن علاجها طبعا لكن بتاخد وقت طويل يا مدام امال و بفكرة النشر بقى دي يعني الدكتور لا كان ده انا مش مش فاهمه خالص مقدرش اقفتي فيه يعني هو بدل ملعقلة تقريبا يعني مش عارف اللي انا فهمت هو بدل ملعقلة بنتكلم فيه في حاجات حاجة اسمها الميجالو فينجرز او الماكرو داكتلي الصباع يكون متضخن برضو من ضمن الحيوب الخلقية يعني هيبقى الصباع العظم نفسه كبير والانسجة اللي حواليه كبيرة زي التلايف اللي بيحصل بتاع مرض الفيل ده يبقى محسوس شبهه كده حاجة في الاصابع مم فهو ده الداعي الوحيد اللي بننشر فيه جزء من العظم من العظم اه ده بس لكن اللي انا فهمته منها ان هي عندها التسقات في الاصابع وتحتاج طبعا لتوقيع الكشف لتشخيص السليم عليها ووضع خطة علاجية مزموعة ممكن بيحصل فعلي دكتور ان احنا مثلا نكون ايد تانية او يحصل ده اه تقصدي بعادة زرع اه اعادة زرع اه طبعا ده بتحصلوا باقي سهلة زي مثل سهلاني عن الجراحة الميكوليسكوبية اه ان لو اليد مقطوعة بس لها شروط ان يكون تكون الاصابة بقى لحدة جدا معداش عليها فترة ساعات اه مفيش فيها اي اي تهتكات ولا فقدان في الانسجة اه بيتوصل العظام الاول وبعد كده الشريين والاعصاب والاوردة تمام والموضوع وممكن تنجح بالنسبة عالية جدا اه وده بيحصل في الاصابع برضو اه عادة الاصابع اما لو بتقصدي بقى اه نقل يد او نقل صبوع فده موضوع لي تشريع لسه احنا ملناش علاقة بي اه اه زي نقل الكلب اه بالضبط كده طيب معنا مستاذة امل معنا طيب اتفضلي عليكم سهل معيشا اصفة يعني ان انا اخرت حضرت يا حبيل اتفضلي انا لها حضرت السؤالين متفضل انا عندي ضلع فرقابتي من وانا يعني كنت بتاعي 25 سنة وثلاثة من جولة جديد طبعا مساءلتش فيه ضلع 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 وعندي فاكرتين برضو الاخرانيين في ظهري من تحت لا احنا قلبنا عظام كده عظام فيه هزاني في ايضاية وفيه تنميل في الكعب الرجلي بعدين انا عملت عمليات العصب اللي هي تسليكة العصب بتاع الكفين ايضاية اوكي تمام اللي عملت الاخنين برضو التنميل رجعلي بطريقة جنبة ثانية عملتها عملتها بطريقة شقة جراحي في وسط الايد ولا شقة اه فتح بالتب الايد جراحة طريق العصب عن الان دكتور مخه وعصاب طيب ماهما برضو اطباء مخه وعصاب بيقدروا يعملوا عملية تسليك عصب اليد كويس والعظام بيعملوها اه فبازل بازل تاني التجميل بيعملوها والحاجة التانية يا دكتور اه اتفضل انا كنت نزلت ال 85 كيلو حول دلوقتي 100 100 200 حاجة ذاكرة فنزلت 82 كيلو تمام فما كنتش بقدر حط كعب رجلي على الارض نهائي حط بس روح من عضو اتخسب لو انت بعد ما خصيتي ترجعني تتاني الزيادة دي لأ انا عايز افهم يعني بعد ما حضرتك خصيتي ابتديتي تحسي بالقلم اللي في كعب رجلك ولا وانت خصيتي 85 80 كيلو بقيت هستيكلي من عضم كعب رجلي كتير ايه ده المفروض العكس طيب جانا بقول حضرتك كده والله طيب هستيكلي من كعب رجلي كتير لدركة اننا دي كل حاجة كانت مجبوبة كعب رجلي من تقلينا قدراني دي شوكة العظمية ظهرت تاني علشان تحسي بروح ترتاح صح نعم عشان ترتاح يعني الالام دي تروح منك ايوة اه بتوجعني بس في حاجات تانية بتوجعني بتوجعني خلاص ما طبعا يا حبيبتي الف سلام عليك الف سلام عليك ربنا يشفيك ويا عفيك وديك الصحة يا رب حقدر هنرد على سوالك حقدر الضلع اللي في الرقب ده ممكن الحاجات الزيادة اه ده بيعمل حاجة اسمها ثلاثك او او ضغط ومكانه مفروض ما يبقاش موجود فالعصاب اللي طلع بيتضغط عليها فهي بقى في وجعة ده المسمع وفاته بيشيله وده مش تخصصنا ده تخصص العزاء اه هي ريحها والفقرات اه بي ريحها طبعا هي بتكلم بقى على ان هي عامت عمليتين لتسليك العصب والاتنين بتقول ان هم رجعوا تاني اولا ان هي عمالة تزيد وتخص وكده طبعا الوزن من الحاجات مع وجود جرح هنا بيعمل ضغط على طول فترجع الاعراض تاني فزيادة الوزن ان هي كانت خصة وعملت العملية بقت كويسة ورجع الوزن زاد فده طبعا هيزود الواجع وممكن يعني ما يكونش مشكلة في الجراحة قد المشكلة في زيادة الوزن شوية بنسبة الرجليها بقى ان هي بتخس بتستريح ولأ دكتور عزام لا ده لما خست حست بالألام اكتر هل دي شوكة عظمية هل هي تعري لبعض العصاب مثلا او ضغط على بعض عصاب معينة تستحتاج استشارة طبيب عزام عزام يعني عزام في قصة الضلع ده ممكن يا دكتور الضلع الزيادة ده يكون هو اللي مسبب لها فكرة الضغط على العصب فما فيش فايدة في التسليك بس دوارد جدا لانه بيضغط على العصب من الجزور من الجزور بس هيبقى معها عراض تانية مش هتبقى العراض ماشية بس الحد لانه هو برضو تكوين العصب ده برضو معجز يعني العصاب اللي طلع دي طلع بطريقة من عنق عنق العصب دبسه اللي هو اللي احنا بنسميها الميت برين او المكان النخيع الشوكي بتطلع بطريقة معينة بتطلع كافرع الافرع دي تتحت تاني بطريقة معينة بتعمل كرد او حبل امامي وحبل خلفي ودول يطلع منهم افرع الافرع ده ده يمتد لحد الصبع الصغير والاوسط وده يمتد لحد بقية الاصبع يعمل العصب الخارجي وعصب الاوسط والعصب الداخلي والعصاب اللي دخلها للعضلات فما كان الضغط الدلوع على الجدور والجدور دي عشقت مع انه حبال بعد كده وطلع منها ديفيجنز فين فده قصة طويلة نازم تكشف وتشخيص صحية عشان نقدر نقول هل فعلا الضغط بس هي لفتك كويسة منك هل ممكن الضغط على عصب العنق هو المسبب بالقلم في اليد ولا لا نقدر نقول عليها بس بعد فحص دقيق بعد فحص دقيق انا بشكر حضرتك جدا والله دكتور مرسي يعني على اجابات حضرتك وبشكرك جدا وستاذ دكتور ياسر حلمي وستاذ جراحة التجميل والحروق في مستشفات جامعة الاظر وكلية طب البنين بالقاهرة وهنبقى سعاداء برضو بوجود حضرتك معنا دايما بشكركم مشاهدين الكرام وبإذن الله الاسبوع القادم حلقات جديدة من برنامج البيت دمتم في رعاية اللي شكرا موسيقى 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 موسيقى